هو التسل الأثاني للمرتزقة التابعين لأنقرة على بلدة عين عيسى شهدنا في الثالث والعشرين من شهر المنصر متسل الفاشل للمرتزقة المدعومون من أنقرة حيث تم محاصرات عدد منهم في قرية المعلق بالقرب من الطريق الدولي كان هناك هجوم على بلدة الصيفة وكذلك قرية معلق ومخيم عين عيسى تم إفشاله من قبل قوات سوريا الديمقراطية على تخوم الشمالية لبلدة عين عيسى في الحقيقة التسلل حصل مرة أخرى أمس الجمعة كان هناك تسلل على قرية المعلق بالقرب من الطريق الدولي لكن مرة أخرى أفشل مقاتلوا قوات سوريا الديمقراطية عملية التسلل وكان هناك بحسب المجلس العسكري لمقاطعة جريس فيه كان هناك قتلى وجرح من الفصائل المرتزقة هذا الهجوم هو الثاني خلال أقل من أسبوعين أو ثلاثة أسابيع للفصائل المتزقة يحاولون الوصول إلى الطريق الدولي ومحاصرة بلدة عين عيسى من الطرف الغربي في ضو هذه العمليات والتسللات نحو قرية المعلق والطريق الدولي هناك أيضا بناء لقاعدة عسكرية تركية ضخمة بالقرب من قرية صيدة وهي على المشارف الشمالية لبلدة عين عيسى حيث وضع الاحتلال التركي داخل هذه القاعدة رادارات وأجهزة مراقبة حرارية لتتمكن من مراقبة أو التحركات في بلدة عين عيسى وأيضا على الطريق الدولي بالمجمل كان هناك تصعيد عسكري أيضا خلال السبيع الماضية كان هناك أربعة عشر جريحا مدنيا وأربعة مدنيين فقدوا حياتهم كذلك هناك أربعة مقادرين من قوات سوريا الديمقراطية جرحوا نتيجة القصف المكثف بأكثر من سعبية تذيفة مدفعية على تخهم هذه البلدة وخلال بيان لقوات سوريا الديمقراطية كان هناك أيضا سمانية عشر قتلا من الفصال المرتفع طيب أستاذ زانمان نتابعه بأن قوات سوريا الديمقراطية هي من تتولى منفردة الدفاع عن البلدة ولكن كان هناك تعزيزات روسية توجهت إلى المنطقة مؤخرا كيف تتعامل مع هذا القصف التركي ومع هذه الانتهاكات من قبل الفصائل الإرهابية التابعة للاحتلال التركي نعم يعني في الحقيقة نشير دائما إلى أن منذ عام القوات الروسية وأيضا الحكومة السورية جيش السوري انتشروا في هذه المناطق وانتشروا على خطوط التماس بين قوات سوريا الديمقراطية والاحتلال التركي بموجب اتفاقية سوريا التي وقعت في 22 من شهر تشرين الأول أكتوبر من العام المنصر في الحقيقة إلى الآن الحكومة الروسية عاجزة عن الدفاع عن هذه المنطقة بلدة عين إيسا وهذا ما يقول أهالي هذه المنطقة هم عاجزون عن ردة الفعل أو سكوت الروسي تجاه ما تفعله نعم لطالما أن القوات الروسية عاجزة في أي سياق تصب عملية استقدام هذه التعزيزات من قبل القوات الروسية إلى المنطقة نعم هذه التعزيزات كانت في الفترة الأخيرة عقب اتفاق أبنى بين المجلس العسكري في جريس فيت الأبيض وقوات الحكومة السورية وأيضا قوات النظام السوري وبموجب هذا الاتفاق تم الاتفاق على أن يتم تشكيل ثلاثة نقاط للمراقبة بين القوات الثلاثة وهي القوات الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية وأيضا الجيش الروسي على الطريق الدولي ثلاثة نقاط لمراقبة وقف نطلاق النار وضحت الفكرة الصحفي والنشطة الإعلامية أستاذنا سيدي أنا أشكرك جزيلا شكر على كل هذه الإضاحات كنت معنا مباشرة من الشمال السوري ترجمة نانسي قنقر